طيب برضو في سؤال تاني بيقول سلام ونعمة سيدنا إنجيل متى بيقول يعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح كده المسيح من ناس يوسف النجار حسب الكتاب وفي نفس الأصحاح بيقول ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر محتاج تفسير للآيتين دول وتشتعلم ناسات طبعا كل الناس عارفة ان يوسف النجار ما هوش أبو المسيح بالجسد لان العذرة ما جاوزتش لكن هو أبوه من جهة أنه رباه أنه هو الرعى هذه الأسرة حتى يقال ابن يوسف حتى العذرة لما كان رب يسوع عنده 12 سنة وزاغ منهم في الهيكل ورجعت بتقول له أبوك وانا كنا نبحث عنك فأبوه من جهة أنه هو اللي كان بيرعى الأسرة لكن مش أبوه بالجسد مش من ناس ليوسف طبعا لكن الفكرة عشان نعرف سلسلة أنساب المسيح مفروض تيجي للعذرة مش ليوسف صح؟ صح بالسؤال بيقول كده في المنهج اليهودي مش الأم هي اللي تبقى النسب منها من الأب لازم النسب والنسب اللي بتقال على الأب وزايا إحنا قلت في مصر أنا ابن أبويا ما بيذكرش يعني فلان ابن فلانة كان بيقول فلان ابن فلان ويوسف والعذرة مريم من نفس العيلة من نفس البيت عشان كده لما تنزل السلسلة الأنساب ليوسف كأنها نزلت إلى مريم يبقى نفس بيت داود ونفس العيلة ونفس التسلسل داود يعني يوسف كان قريب لمريم وقرابة قريبة جدا مش من بعيد يعني لكن كما جرت العادة إن النسب أو الناس اللي يرجع للمرأة وبما إن هما من بيت واحد فما فيش هنا خلط أو لخبطة هو ابن مريم مش ابن يوسف لكن مريم من نفس العيلة بتاعت يوسف فلما نزل النسب لغة يوسف كأنه نزل إلى عذرة مريم هو هو بتاع العذرة تمامي سيد